السلام عليكم اهلا بكم في فيديو جديد النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعض الفرق ما بين السكر الحقيقي والسكر الكاذب ديابيتس ميليتس و ديابيتس انسيبيدس فيلا بينا مش كل شخص بيكون عنده كسرة تبول و كسرة عطش بيبقى عنده سكر حقيقي ديابيتس ميليتس او مرض خطير في حاجات تانية بتسبب كسرة التبول او كسرة العطش و بتظهر على المريض كأنها اعراض سكر ولكن ما بتكونش سكري فهنشرح حاجة اسمها السكر الحقيقي والسكر الكاذب ديابيتس ميليتس و ديابيتس انسيبيدس وهنقارن ما بينهم في الفيديو ده اول حاجة نبتدي بيها السكر الحقيقي ديابيتس ميليتس البنكرياس يحتوي على خلايا اسمها البيتاسيل ووظيفة البيتاسيل انها بتكون بافراز مادة الانسيولين والانسيولين ده ليه دور مهم جدا في الجسم لان الانسيولين يعتبر مفتاح الخالية لدخول السكر بداخلها يعني السكر ما بيقدرش يدخل جوه الخلايا الا في وجود الانسيولين طيب لو حصل مشكلة في البنكرياس معناها انه مش هينتج مادة الانسيولين فهيبقى فيه مشكلة في الجسم وهتزيد كمية السكر في الدم ومش هتقدر تدخل جوه الخلايا طيب لما يعلى السكر في الدم بيعمل ايه؟ الدم المحمل بكمية كبيرة من السكر بيمر على الكلة ويخرج من الكلا للبول والسكر هو خارج من الكلا للبول بيسحب معاه كمية من المية والسكر لما يبقى كمية كبيرة بيسحب كمية كبيرة من المية وبذلك المريض يصبح عنده قصرة في التبول مما يؤدي الى قصرة في العطش وايضا لما بيزيد السكر في الدم الهايبو الصلمس اللي موجودة في الدماء بتعطي اشارات للانسان انه يشرب كمية مية كبيرة وبكده نكون عرفنا ان كسرة التبول وكسرة العطش دليل على وجود سكري ولكن ليس ضروري لان فيه امراض تانية لها نفس الاعراض هنتكلم عليها في الضيابيت سينسيبيدس السكر الكاذب وسميناه بالسكر الكاذب لانه ليس له علاقة ولا بالسكر ولا بالانسيولين ولا بالبنكرياس لكنه يمتلك نفس الاعراض اللي هو كسرة التبول وكسرة العطش لذلك سميناه بالسكر الكاذب لانه يمتلك نفس اعراض السكر الحقيقي ولكنه ليس سكر في عندنا غدة موجودة في قاعد دماغ وحجمها في حجم حبة البازل لا اسمها الغدة نخامية بايتوتري جلاند وتنقسم لقسمين انتيريور بايتوتري وبايتوتري والبسترير بايتوتري جلاند مسؤول عن افراز هيرمون اسمه ADH اللي هو انتي ديوريتك هيرمون الهيرمون المضاد للاضرار او التبول الهيرمون ده لما يكون موجود الانسان مش هيكون عنده اضرار او تبول او بمعنى اصح مش هيكون هناك فقد الجسم للسوائل وهيرمون الADH سمي بهذا الاسم لانه بيعمل H2Oritation اللي هي احتباس الماء والمحافظة عليه والغدة النخامية بتفرز الهيرمون الADH وتبعته لنفرونات الكلة والADH بيحفز الكلة على عدم الخروج الماء للبول ويمنع خروجه وبذلك يحافز الجسم على السوائل عن طريق هذا الهيرمون لكن الماء بتنزل برضو عن طريق الكلة ولكن بكميات قليلة الكمية الطبيعية لو افترضنا ان الجزء البوستيريور بيتيوت ريجلاند ده حصل فيه مشكلة سواء حصل فيه التهاب مثلا او ورم فمش هيقدر يفرز هيرمون الADH وكنتيجة لذلك مش هيكون هناك شيء يحفز نفرونات الكلة على عدم اخراج السوائل للبول فمش هيكون هناك حفاظ على السوائل فيخرج الماء بكميات كبيرة من النفرونات فيبقى عنده قسر التبول او اضرار وكنتيجة لذلك يصبح عنده قسرة عطش لذلك يؤدي غياب هيرمون الADH الاعراض مشابهة للسكري اللي هي قسرة التبول والعطش فلو جالك مريض يشكو من قسرة التبول والعطش فانت اول حاجة بتعمله تحليل السكر ومنقس له كمية الانسيوليم في الجسم او مش تقاطه لو لقيناهم في الطبيعي فببتدي اشك ان المريض ممكن يكون عنده مشكلة في هيرمون الADH فبعمله تحليل الADH ويبقى المشكلة هنا في الغدة النخامية البوستيرير بيتيوتر جلاند ما بتقدرش تفرز هيرمون الADH في بعض الاحيان منلاقي هيرمون الADH بيطلع في الطبيعي طيب المشكلة بتبقى فين؟ في بعض الاحيان بتبقى المشكلة في نفرونات الكلة نفسها فنفرونات الكلة تحتوي على مستقبلات للADH وهنا المشكلة بتبقى في مستقبلات الADH الموجودة على نفرونات الكلة يعني اصبحت المستقبلات لا تستجيب لهيرمون الADH يعني كأنه مش موجود وبذلك مفيش حاجة برضه تحفز عدم خروج الماء للبول وتمنع خروجه فبتخرج السوائل بكميات كبيرة الى البول فبسمي المشكلة هنا نفرو جينيك المشكلة في نفرونات الكلة نفسها وملهاش علاقة بهيرمون الADH ولا بالغدة النخامية لكن المشكلة لو في الغدة النخامية منسميها نيروجينيك يعني المشكلة في الغدة طيب فيه أسباب تانية برضه ممكن تؤدي لكسرة التبول والعطش زي وجود بكتيريا في المجرى البولي أو التهاب المجاري البولية أو لو فيه مشكلة في الكلة كل دي أسباب ممكن تؤدي إلى كسرة التبول وكسرة العطش فبتمنى نكون قدرنا نوضح الفرق ما بين السكر الحقيقي والسكر الكاذب ديابيتس ميليتس وديابيتس انسيبيدس فكل مريض يشكو من كسرة التبول وكسرة العطش مش شرط يكون عنده سكر حقيقي فبعمله تحليل السكر فلو طلع عنده السكري فهنا المشكلة يا إما في الأنسيولين أو البنكرياس نفسه وبتبع اسمها سكر من النوع الأول يا إما المشكلة إن الجسم بيقاوم الأنسيولين وده سكر من النوع الثاني وهنتكلم عليهم مع بعض والفرق ما بينهم في فيديو مفصل لوحده طيب لو السكر يطلع عنده طبيعي فببتدي أفكر في السكر الكاذب فبعمله تحليل الأنتي ديوريتيك هيرمون الـ ADH فلو طلع الهيرمون كويس ومفهوش أي مشكلة فببتدي أفكر في نفرونات الكلا أو مستقبلات الكلا للـ ADH فلو طلع مفيش أي مشكلة لا في النفرونات ولا في الـ ADH يبقى بسبب تاني زي التهاب المجاري البولية أو وجود بكتيريا في المجاري البولية أو لو الكسم واخد رطوبة أو لو فيه مشاكل تانية في الكلة وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو خلاص واتمنى يكون الفيديو عجبك وقدرته تستفادوا منه وتنسيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة دعما لي للاستمرار ترجمة نانسي قنقر